معي من القاهرة الخبير في الجماعات المتشددة دكتور ماهر فرغلي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور ماهر طبعا نعلم بأن داعش وأي جماعات إرهابية أخرى فكرها واحد إرهابها واحد ومرتبطة بكل مناطق انتشارها ولكن أيضا إذا ما تحدثنا عن خسارات هذه الجماعات في مناطق معينة مثل اليوم خسارات داعش بسوريا والعراق كيف تؤثر بوجوده بمناطق أخرى؟ بداية دعيني أؤكد على نقطة أهمة جدا يعني وكل المحللين وكل الخبراء والباحثين في هذه الظاهرة كانوا يتحدثون على أن ظاهرة داعش ظاهرة تمددت بغير المعقول جدا ظاهرة تكفرية توسعة بشكل كبير جدا هذه الظاهرة يمكن أن تنتشر عبر الأفرع والأزرع الخارجية بشكل ضخم جدا لكن في الحقيقة هناك قاعدة محكمة داخل هذه الجماعات الإسلاموية تحديدا وهي أن هذه الجماعات انشطرية تنشطر من الداخل يعني انشطرية في الداخل خلاف حول الإدلوجيات دائما والأفكار خلاف حول الطرق والخطط والخرائط والاستراتيجيات داخل هذه التنظيمات في النهاية استدبعوا هذا انهيار تام داخل هذه التنظيمات هذا هو ما حدث في داعش يعني داعش تناقص الأراضي الضغط على المركز في العراق وفي سوريا استدبعه فشل في الأفرع وفي الأزرع يعني كان داعش يهدف في خطة تأمين الحدود إلى أن يدعم الأفرع وكان الكل يتحدث عن وسط آسيا عن إمارة خرسان عن الشيشانيين عن كل هذه العناصر أن يكون هناك تواجد قوي جدا لهذا التنظيم لكن هذا التنظيم بدأ في الانهيار سريعا يعني انهيار المركز استدبعه أيضا انهيار في الآفرع لماذا حدث هذا كله؟ حدث لعدة أسباب السبب الأول أن تناغم الفقه الداعشي مع الفقه الإسلامي الوسطي غير موجود يعني الادلوجية الداعش متوسعة في التكفير بشكل كبير جدا وهذه لا تتناغم حتى في أفغانستان مع الفقه الحنفي الموجود يعني والمدرسة الحنفية الموجودة القبيلة الموجودة القبائل الحاضنة الموجودة غير حاضنة لداعش هناك في أفغانستان هذا الموضوع طبعا نعم يعني كشف النقاب فيما يتعلق بالدعائه بالتدين وما إلى ذلك ولكن فيما يتعلق أيضا بنقطة ذكرتها موضوع الخلافات داخل التنظيم هذه الخلافات برأيك ستزداد مع خسارات داعش على الأرض مع ما يشهده الأفراد من خسارات ربما بشكل أساسي نفسيا تؤثر عليهم وما نحن من قساوة حتى من قبل قادة التنظيم على أفراده أم ممكن أن تقويه لمحاولة هذا الخسارات واضحة جدا يعني لاحظي رسالة الأمس التي أرسلها البغدادي إلى مجلس شورى التنظيم ونشرتها بعض المواقع كانت رسالة واضحة يوصيهم فيها كان هذا دليل على أن البغدادي منهار حتى هو شخصيا نفسيا يعني الباقية وتتمدد هذا الشعار يتحول إلى باقية فقط هذا تحول الشعار إلى المحافظة على البقاء والمحافظة على الحياة دليل واضح على الهزائم المتواصلة لماذا؟ لأن هذا التنظيم تحديدا لديه قاعدة غريبة جدا العمل يسبق التنظير يعني العمل يسبق الفكرة ولذلك يعمل العمل ثم يبحث على الدليل وبناء على هذه القاعدة يحدث الانهيار فهو حينما يريد أن يستخدم العنف وحاول أن يستخدم العنف وحاول أن يتمدد خارجيا ويقوم بعملات عنف حدث له الانهيار نتيجة انهيار المركز نفسه في الموصل أو انهيار المركز في الرقة وتقلص الأراضي وهزائمه المتتالية في العام الأخير والعام المنصاري لاحظي أن حتى دعوات هزيمة هذا المشروع مشروع أبو بكر البغداد الذي كان يطلق عليه مشروع الخلافة يستدبعه على الفور هزيمة مشروع آخر ومشروع جلب الأجانب إلى هذا المشروع ولذلك نوع من الارتداد العكسي ناحية من المجندين ومن العناصر المنضوية تحت التنظيم تعود إلى الأفرع والأزرع فتجد نفسها في مسائل أيدلوجية مختلفة وواقع جيوسياسي مختلف تماما وبنان عليه يحدث الانهيار والدليل على ذلك ما حدث مؤخرا في أفغانستان من مقتل هذا الأمير في تسعة أشهر فقط التنظيم بلا شك هو في حالة انهيار تام جدا وهذا واضح جدا شكرا لك من القاهرة الخبير في الجماعات المتشددة دكتور ماهر فرغلي